اختر رحلتك بنفسك ولا تجعل غيرك يخترها لك برا جوا أو بحرا ستصل إلى محطتك التي تريد حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج المحطة في هذه الأمسية الرمضانية جميلة مع ضيوفي اليوم يمكن ضيوفي المفروض من زمان استضيفهم لأننا في هذا المكان وبالتالي نشرف أنه صورنا حلقات برنامج في هذا المكان الجميل الذي يحمل تاريخ وذكريات جميلة لكل عراقي فخليني أرحب بضيفي الأول المهندس يونس الكعبي مدير عام الشركة العامة لسكك الحديد حياة الله ورمضان كريم عليك شكرا جزيلا أيضا ضيفي الآخر هو الأستاذ الدكتور عباس صبار البيضاني مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية حياة الله ورمضان كريم ورمضان كريم عليك إن شاء الله صحيح والعافية الله يحفظك ضيفي الآخر هو السيد مرتضى الشحماني مدير عام النقل البرية حياة الله ورمضان كريم حياة الله وتقبل الله لأعمالك أستاذ يونس نبدي من عندك يعنيه باليمين وباعتبارنا في هذا المكان طبعا جديات أي ضيف لازم أحمل لك هذه الأمانة أي ضيف نستضيفة في هذا البرنامج يعني أخذ لصفنة بالمكان يقول جبتوني إلى هذا المكان حتى أكو أشخاص قالوا إحنا مداخلين للسكك الحديدية أنتو من خلالكم دخلنا وشفنا هذه الأجواء فأمانة يعني كل ضيف دخل هنا قال عندي ذكريات حلوة بهذا المكان خليني أسئلك إليك شنو ذكرياتك بهذا المكان ما عدا كونك مدير بهذا المكان يعني قبل لتكون مدير نعم يعني المكان هو يعبر عن نفسه يعني هاي بلاية المحطة العالمية أو المحطة المركزية هنسميها بالسكت أيقونة بغداد فعلا يعني هاي بدأ اللي عمل بيها سنتر اثمانية واربعين وفتحها سنتر اثنين وخمسين وبقت كما هي يعني الأجيال حافظنا على هذا الطراز المعماري في هذا الشكل بقت آيقونة في وسط بغداد نحن سواء كنا في المسؤولية أو حتى من كنا خارج المسؤولية كمهندسين كنا جاهدين أن نحافظ على هذا الطراز على شكلها القديم للعراقيين ينزكوا نحافظة نفسه بعد أن نضفنا لمسات هذه الإنارة يعني بالتعاون مع شركة متخصصة خلينا هاي اللمسات حتى نكون بالليل آيقونة من آيقونات بغداد طبعا أنا العصفورة قالت لي أمور أخرى أكو تحديثات راح تصير بس هاي نجيها شوية شوية نحتي عنها لأنه يجوز أن نزف بعض الأمور إلى المواطنين اللي يتمنون أنه هذا المكان يتجدد ويصير بتحديثات أكيب هذا جزء من واجبنا يعني توجهنا وتوجه الوزير والوزارة ويدرع على مستوى الدولة أنه الثقافة السكاكية تعود من جديد نحن من هذا المكان كانت تنطلق إلى كل أنحاء العالم يعني كنت صفرات إلى حد ما قبل 2003 نحن من هذا المكان رحلات أسبوعية إلى تركيا وإلى سوريا ولكن بسبب الحرب والإرهاب للأسف يعني بدنا نفتقد وهاي أصبحت جزء من الأحلام إن شاء الله ستعود قريبا نحن لازم نحكي بهذا الموضوع مو بفكل مختصر أستاذ يونس لأنه بصراحة مثل ما حملت لك يعني ذكريات الضيوف اللي إجوي أكل بعض من عندهم أكان عنده رسالة عتب أو هي شي ملامة إنه ليش الدولة لحد الآن ما معتنية ذاك الاعتناء بهذا المكان وكذا فأرجع لك بالحديث بس خليني أروح للدكتور دكتور عباس ذكرياتك بهذا المكان وراكم قطار قبل والله عندي ذكريات حالة في هذا المكان يعني أول ما تعينت في مطار البصرة الدولي فمن كنت أسافر من بغداد أروح للبصرة أستخدم هذه المحطة ومنها قطار إلى البصرة يعني فعندي ذكريات حلوة قاعد بهذا المحطة أنتظر القطار أو من أرجع من البصرة هل معت عينك مرات الإنسان من يتذكر ذكريات حلوة وكان أول تعيني بالمناسبة أول ما تعيني كان هو في مطار البصرة فتستخدم هذه المحطة بالانتقال من بغداد للبصرة أكو موقف تتذكر هذه المحطة مثلاً مثلاً فاتك القطار أو شيء والله أكو موقف حلو يعني توقف في محطة بالنصري الشدية المحطة السماوة لا بالنصري سوق الشيوخ سوق الشيوخ بقاني وكان ضيف عندي خالي أكو يوقف بالمحطة لكن ينتظر لأن القطار الجاي لازم لأننا جاي نحن بصرة رايحين لبغداد فالقطار آخر جاي لبغداد رايح وين بصرة وكيفين نحن لننتظر هذا القطار يعبر فأكو مطعم صغير قلنا خلنا ننزلنا أكل بي نحن ننزلنا أكل بي وإذا بالقطار تحرك ما لحقنا عليه لا لحقنا عليه ركم وصلنا بالآخر مخصورة ورجعنا إليها جمالية الترا السفرة بالقطار يعني بعدين نجي عن الفرق ما بين الجو وهي بيع تبارك اختصاص في الجو أمال قطار في اليوم كتلنا البرد تورطنا قلنا لشغل التبريد كان قبل التبريدة زيان يعني والله زال والله أصيغل أنه تعالطفي تعالطفي أنه ميرضي نشتغل عدكم كل ساعة زيان أستاذ مرتضى ذكرياتك عن هذا المكان بسم الله الرحمن الرحيم بداية الشكر والاحترام والتقدير لقناة الأيام جنابة الكريم شكرا تقبل الله الأعمال شهر رمضان وقد تصرمت أيام ولم يبقى إلا القليل سأل الله القبول وإن شاء الله شهر خير لهذا البلد المعطاء وهو بلدنا الكبير العراق إن شاء الله السكك وهكذا يقال أن الدولة في كل دول العالم إذا أردنا أن نضع مقياس لتطورها ننظر بداية إلى وسائل النقل وتطور وسائل النقل هي دلالة واضحة على تطور البلد السكك أنا من مواليد محافظة البصرة ومحافظة البصرة مقترنة بشيئين فضلا عن النفط وهي عملية واسعة ومينائية كبيرة هي شركة الموانئ بالتالي القرين الأخ والشقيق لها هي السكك فأنا من عائلة ميناء والدي قبل إعدامه من قبل صدام كان يعمل في الموانئ الله يحام ولي أخوتي الآن هما في الموانئ وأنا كذلك كنت في الموانئ ولي أعمام اثنيا وأبناءهم يعملون في السكك فصرنا عائلة ميناء سككية عائلة نقلية نقلية بشكل عام أحسنتي عائلة نقلية فبالتالي السكك كنا نأتي إلى بغداد لحضور اجتماعات مثلا أو لقضاء حاجة في بغداد كنا نذهب إلى أن نحجز في السكك باعتمار أمرين أن المسؤول على الحجز هو ابن عمي فسريع الحجز والأمر الثاني هو الراحة والأمان والاستقرار والطمأنينة للعائلة مع أنه المأخوذ عن السكك هي ما كراحة حقيقة كنا عند انتقاننا من المحافظة البصر إلى بغداد كنا نذهب ليلا باعتبار أن القطار يكون من الساعة السادسة مساء حتى الفجر فبالتالي نقضي حوائجنا في نفس اليوم وربما تكتمل المعاملة لنرجع في نفس اليوم أو لا فالسكك كان البديل الأمثل للخطوط الجوية باعتبار أن الخطوط الجوية لم يكن هناك اتجاه نحو الدهار وحتى المناظر اللي تشوفها أثناء يعني سير القطار وكذا يعني أنا جدا يعني من أحتي حزين على هذا الموضوع لأن الذكريات اللي استلهمها من الضيوف اللي عندي هذا اللي يقول أنا دراستي قضيتها من خلال السكك مثلا يروح للموصل مثلا الشخص اللي يقول البصرة كذا فإحنا ننقهر أنه حاليا مو ذاك الاهتمام بالسكك أستاذ يونس سمعنا هواية على أنه أكو تطور بالسكك الحديد وأكو بعض الشركات وأكو من الدولة عود اهتمام وكذا لكن ما شفنا على أرض الواقع حتى مسألة المترو ترى صارت قديمة بالبلدان البقية ليش إحنا لحد الآن مصاير عندنا مع أنه إحنا المفروض مؤهلين لهذا الشيء باعتبارنا عندنا زخم مروري عندنا زخم سيارات والنفوس البشرية اللي صارت عندنا زادت نعم الحقيقة هناك سببان لهذا الضغط الأول خارج عن إرادة الكل اللي هو ظروف الحرب والإرحاب نعم أنا الموضوع دائما نذكره في البحافر الرسمية وغير رسمية أنه يمكن أكثر الشركات كشركات تعرضت إلى خسائر بأضاء الحرب فعلا يعني إذا ما نحظرنا الرقم فخسائرنا 113 تريليون أي ما يقارب 90 مليار دولار خسرنا بين جسور بناء تحتية فعلا سرقات لموجودات معدات دمرت قاطرات نهبت نعم أضرانة كبيرة جدا يمكن حتى السكك ما أبقت نفس ما هي يعني بسبب الخراب اللي يصار سلقة أجزاء لكيلومترات يعني من خط السكة الإرهاب إجا دمر ما تبقى الخط الغربي والخط الشمالي والخط الشرقي تقريبا توقف من 2005 لبداية الإرهاب توقفت هذه الخطوط وقسم أضرار بسبب الغزو الأمريكي تعرضت لها أضرار مباشرة متجلسة الفتحة في بيدي من 2005 إلى هسا 2023 يعني الدولة ما فطنت أنه مثلا تغير أو تسوي بنا يعني صاد التركيز على الخط الجنوبي بغداد بصرة نبدل خط بالكامل خط جديد وملحوم هذا هو اللي هسا اعتمادنا الرئيس يعني هذا كل خط جديد يعني صار بس تعتبر واردات قليلة للسكك فبالتالي قول الميزانية مو ذاك الميزانية هذا موضوع يعني بيتفصيل كثير أن الدولة ما كان تطيح حمولات للسكك الحديد الإمكانيات ما وعيدت على ما كانت عليها كانت تخصصات تقطع قليلة يعني بمقدار الضرب والدمار يعني بعد ما رجعنا لها 10% مما كنا عليها قبل 2003 يعني قبل ثواني ذكرت أنه أكو خطوط إلى الخارج كانت عندنا وكذا إحنا هسا ما نريد للخارج نريد تغطيل حافظاتنا الحمد لله هسا بدأنا نعيد يعني إن شاء الله نبشر المواطنين أنه بعد العيد إن شاء الله يعني بحضر معهد الوزير النقل أنه نفتح خط الفلوجة المسافرين أكون هي بس نكمل الخط إلى خط الموصل نقدر يعني الخط واصل للموصل بس نريد رحلة تكون محترمة يعني ما دي الوزير المواطن بـ 15 ساعة نقدر نمشي بس الخط الحالي ما موهل للسرعة العالية دنمد مشاريع من بغداد إلى بيجي ومن بيجي إلى الموصل وأكو عندنا قطارات جديدة نعم القطارات هاي 2014 وصلتنا الحديثة نعم وقدنا خطة لتأهيل العربات القديمة بأسلوب حديث حلو هذا لازم هذا شركات كبيرة تقدمت لأننا عدنا خطة نقل كبيرة لننسى العراق بـ 40 مليون نسمة وبالتالي هذا الرقم اللي ده النقلة للمسافرين ما يتناسب ويحجم السكان بالعراق آه طبعا نتحمل احنا نتحمل الوضع بس بعد خليجي 25 تغير توجهات الحكومة الناس بدأت تتفتح على السكن خليجي 25 وصلنا في بعض الأحيان إلى 7 رحلات باليوم الواحد نقلنا حتى القطاعات الأمنية المسؤولة عن أمن الملائب بدون ما نعلن يعني ودنا هذه القطاعات وراحت البصرة واخدت مواقحها غير قطاعات المسافرين ما أثلنا على حركات المسافرين عودنا الناس على السفر المنتظم بدون فوضى بدون هذا فعندنا الحز المسبق يعني المواطن كان يجي حلو عنده بطاقته يلقى مكانه فيعرف يروح يحضر المباراة وشوكة يرجع فبدأت العالم تتعلم ثقافة النقل السككي إن شاء الله نحيك عن أنه موضوع آخر أنه نحن در راقب الجمهور اللي يسافر بالقطار قبل أن يكون جمهور محدود يعني محدد هو على تتعلم يسافر بالقطار الآن بدأت تجي فئات جديدة يسمع لي أول مرة بالقطار ويدي سافر يعني أضربك أنه عوال من كودستان جاي خصيصة حتى تسافر بالقطار حتى تشوف شنو الأجوار حتى تشوف الأجوار تسمع بالبصرة تسمع بالمحافظات هذا نتكلم به أكثر أستاذ يونس بس خليدي أرجع للدكتور اليوم أكو خلط ما بين يعني معنى الملاحة الجوية خليني أفهم من عندك معناها وشنو العمل اللي تكون بالملاحة الجوية نعم الطيران المدني يعني بصورة عامة يشمل تلك مرافق تقريبا الأساس هو شيء اسمه سلطة الطيران المدني هي السلطة المسؤولة على أن تضع القوانين والتعليمات اللي راح ينفذون يقومون بأعمال الطيران المدني اللي يقومون بهاي الأعمال الطيران المدني هو مثل الخطوط الجوية الخطوط الجوية العراقية أو غيرها يعني الخطوط الجوية تخضع إلى القوانين اللي تضاح سلطة الطيران المدني الآن 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 ما يجب أن يخضع إلى سلطة الطيران المدني وقوانينها وتعليماتها هي المطارات ومنفذة الخدمة الآخر اللي هو الملاحة الجوية الملاحة الجوية مختصة بإدارة حركة الطائرات اللي تعبر الأجواء العراقية من جنوبها الشمالة غربها شرقها أو الطائرات اللي تجي من خارج العراق تدخل أجوائها وراح تهبط بأحد مطاراتها أو الطائرات اللي تقلع من مطاراتها وتطير بأجوائها إلى أن توصل للأجواء المجاربة باعتبار عملية تنظيم لا سيطرة سيطرة على هذه حركة الطائرات الطائر بالجو يجب أن يوجهها أحد يعني هذه اللي نشوفها في بعض الأحيان بالمسلسلات وكذا اللي طوهم تعليمات أنه مثلا أكو طيارة رح تقلع بكذا وقت وطيارة رح تهبط بكذا وقت هذه الغرفة غرفة التحكم هي شبيهة؟ الغرفة اللي أنا أقصد بها هي السيطرة على حركة الطائرات شون يعني؟ إحنا نحتاج الطيار بالجو يحتاج من يوجهه من يرتفع من ارتفاع معين يصعد إلى ارتفاع آخر أو بالعكس من إذا أريد يأخذ اتجاه يمين أو يأخذ اتجاه يسار يجب أن أفصل كملاحة جوية جهة يسموهم المراقبين الجويين اير ترافيك كونترولرز هذول هم المسؤولين على فصل الطائرات فيما بينها يعني هذي الطائرات من الطير أكو هناك رادار يعني المراقب الجوي يطيق إعاز القاعد يشوف الطائرات عن طريق هذا الرادار ويحاول أن يوجه هذي الطائرات بصورة صحيحة بحيث يجب أن يتوفر الفصل الملائم والمناسب بين كل هذي الطائرات من أجل أن يحصل على السلامة وأيضاً بنفس الوقت يحاول أن يسرع من عمل وصول هذي الطائرات زين حساني شاب ودا أسمع ودا أسمع حديثك وحبيت هذا الموضوع شنو لازم يتخرج من شنو هل عندنا معاهد كليات تخرج شي شي أشخاص مختصين بهذا الموضوع هو المراقب الجوي مو تخصص أكاديمي هو تخصص حرفي يعني يتدرج هناك دورات خاصة نحن نخلي تعليمات معينة نطلب بها غالباً ما أن يكون خريج البكالوريوس للقضايا العلمية يعني علوم فيزياء هندسة اتصالات علوم رياضيات هاي التخصصات نجيبها أكو هناك اختبارات أول مرة الأختبارات وأهم اختبار هو الاختبار الفحص الطبي نفس اختبار الفحص الطبي الذي يسوي الطيار يجب أن يقوم به المراقب الجوي يعني أي خطأ يقوم به هو رح يأثر على مو هي المشكلة خطأ المراقب الجوي ما يأثر بس على طيارة وحدة يأثر على الأقل طيارتين يعني مع بعض فبروسس معين يعني عملية معينة تبدأ من الفحص الطبي بعدين دورات تخصصية على الأقل تقريبا من سنة ونص إلى سنتين في هذه الدورات يالله يصبح مؤهل أن يروح يعمل بالموقع الحقيقي اللي هو فيه كمراقب بوريج أو مراقب رادار بس حتى من يوصل للموقع الحقيقي ما راح يكون مؤهل إلا بعد عدد ساعات معينة نعم تحت إشراف مدرب مختصين مختص ويسوي له امتحانات أيضا معينة من يعبر هذه عدد الساعات ونوعية الامتحانات ذاك الوقت ممكن أن يتأهل أن يصبح مراقب جوي مؤهل أن يتعامل مع الطائرات بدون الحاجة إلى أي مساعدة أنا راح أرجع لك بسؤال يمكن ينطرح إحنا كمواطنين بس خليني أروح للأستاذ مرتضى مفهوم النقل البري البعض يفهم أنه السيارات الكوسترات أو الكيات الموجودة والسيارات الشاحنات وما إلى ذلك خليني ننطي مفهومه النقل البري بشكل عام أستاذ الكريم يقسم إلى عدد مستويات مستوى الأول وهو النقل البري السكك نقل المسافرين والبضائع عبر السكك هذا واحد اثنين لا هناك شركة خاصة الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود اختصاصها هو لنقل المسافرين حصرا سواء العجلات الصغيرة أو الباصات الكبيرة وهناك شركة أخرى هي عملية تنظيمية الإدارة المرائب القراجات وهي الشركة العامة للنقل الخاص أما فيما يختص بسؤال الشركة العامة للنقل البري وهي إحدى تشكيلات وزارة النقل تشكيلات الأصيلة وتأسست عام 1970 ولها قانون خاص قانون رقم 80 لقانون النقل لعام 1983 وتعليماته لعام 1984 ومعتمدة على قانون الشركات رقم 22 لعام 97 وبنظامها الداخلي عملية الإختصاص في هذه الشركة الكبيرة وهي في جنبتين الجنبة الأولى القضية التشغيلية الأساسية وهي أن يقوم حسب قانون 80 المشرف والمنظم لعاملية النقل في العراق بشكل عام سواء النقل العام أو النقل الخاص يعني كل الشاحنات الموجودة في داخل العراق عملية تنظيمية والإشرافية هي التي خولها القانون رقم 80 هي من اختصاص حصري للناقل الوطني وهو الشركة العامة للنقل الباري من خلالكم نعم القانون هكذا يقول إلا أنه فعلا الآن في التطبيق يختلف عن النظرية ونحن لازم نحكي عنها هناك عدة معوقات يحتاج إلى الكلام الكثير إن شاء الله نحن كتبنا إلى المختصين في مكتب دولة رئيس الوزراء في البرلمان نعم في اللجان الرقابية على أنه هناك تعثر في تطبيق القانون القانون النقل الرقم 80 من اللي يعثر الشركات له جهات هو عدة اشتراكات مرة تأتي القطاع الخاص يتطفل على القطاع العام مرة لا هذا يأثر على واردات البلد هو فعلا أنا جاي أتسلسل بالأرقام والمعوقات وكذلك الحلول أنا اليوم جاي في بكتش واحد لإرسال رسالة ما هو دور النقل الوطني والنقل البر العراقي نقل البر العراقي ناقل عريق كان يخرج إلى جميع الدول المجاورة اليوم فعلا عندي تحكم قوانين يعني ما من الممكن أن ينقل قانون النقل واضح جدا وهو قانون الرقم 80 واضح جدا يعني بالتالي مكننا كشركة في عملية الإشراف والتنظيم والعمل في ممارسة نشاطنا في القطاع الخاص تنظيم وفي القطاع العام لا ممارسة نشاطنا وهو النقل ما بين البضاعات والوزارة نعم لدينا عقود مع وزارة التجارة وزارة الصناعة والزراعة والكهرباء ووزارات أخرى والمفوضية العليا للانتخابات وكان لنا مع وزارة النفط وشركة سوموم هذه الأمناق وهو من اختصاص عملنا ثم المستوى الثاني وهو الأمور التنظيمية اليوم الذي يصدر بطاقة المفردات البضاعة وورقة البضاعة المنفس هو اختصاص الشركة العامة للنقل البضاعة ولدينا مكاتب حدودية في جميع المكاتب الحدودية العراقية بالاشتراك مع الدوائر العاملة في المناغذ الحدودية والعملية يسارية هذا إلى سؤال خاص لأنه أريد أعرف هالسلي موجود كلهم قابل تابعين فقط لكم أكيد أكون خارجيين وأكون على قولتك الخاص يلعب دور وهو بالتالي يأثر على بلد بأكمله هذا نرجع للحديث خلال سياق البرنامج إن شاء الله بس خليني وياكم آخر فاصل مشاهدين خليني نروح وياكم إلى فاصل ونواصل مشاهدين رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين ببرنامج المحطة وهذه الأنسية الرمضانية جميلة مع ضيوف الأكارم والموضوع يحمل أكثر من حيز اليوم بس خليني أرجع وياكم أستاذ يونست بالكواليس تكلمنا بساني أريد هذا الكلام يظهر بالجو اليوم أشقد من الواردات ممكن تدخل للعراق عن طريق السكك من نقل البضاع نقل المسافرين وشنو السبب اللي موقف هذا الأمر نعم يعني حسرة طويلة وان معاصر السكك قبل وبعد نعم نحكي إمكانيات السكك السكك هي بالعالم كله نقل ستراتيجي نقل ستراتيجي نقول هي للحمولات العالية نعم سواء للمسافرين أو للبضاع نعم يعني اليوم هذا المشروع الجديد اللي دعم رئيس الوزراء مباشرة وبإشراف مباشر من وزير النقل اللي ما أخذ كل وقتنا حتى بعد منتصف اللين مراد تنتصر على بعض التفاصيل هذا المشروع يهم الإعراق كله مشروع طريقة التنمية أو ما أقول نسمى بقى شكت ممكن يجيب واردات للبلد هذا يعني بالفيز الأول اللي هو الفيز اللي هو طبعا بالتزامن مع اكتمال ميناء الفاو ميناء الفاو يكتمل من 25 و28 يبدل الانتاج الفعلي فبالقليل مليارين سنويا من البضائع وما لا يقل عن 700 إلى 800 حتى يصير أكو انفتاح لـ 750 مليون دولار بالنسبة لقطاع المسافرين هذا طبعا الرقم ممكن يصعد مع زيادة الخمولات نحكي على الفيز الأول الفيز الثاني ستضاعف هذه الأرقام فممكن هذا يكون المشروع الوارد الثاني للإراق بعد النفط خصوصا أنه هذا قلت حجايا أنه قلت أنه ممكن النفط يصير يعني لا شيء بالنسبة لسكك الحديد والخطاة لا مولا شيء بس العراق بعد ما ما بنفوض يعتبد على النفط لاحظنا تجربة 2014 كانت قاسية جدا على الشعب العراقي بحيث وسط الدولة ممكن ما تدفع رواتب للمواطف قطاع النقل بالعالم ما ممكن يوقف فقط جاعحة كورونا وقفت النقل بالعالم النقل قطاع مربح جدا يعني يمكن يشتور بالقطاع الخاص كل التعثرات يعني الناقل مجادئ أن يوصل البضاعة من المصدر إلى المستهلك النهائي يقفض العجور بغرض نظرا يعني هو صاحب رأي سمان هو ناقل يعني ما أخذ أرباحه ومخلص فالنقل مربح بالعالم كل أكو شيء جديد على أرض الواقع يعني تتأمل أكو شيء جديد نعم أشياء جديدة اليوم هدنا أكبر مشروع لي بناء الفاو الكبير اللي هو مشروع طريقة التنمية وليقانات الجافة راح نربط بناء الفاو بتركيا بأوروبا بمسار ألف وبيتين كيلومتر خط سكة جديد مزدوج وبالكهرباء يعمل وبسرعة حالي يعني بناء حاليا دي يصير دي يتم لأو حال الفضر نعم نعم لو تأتي وزراء بنفسها مشرف على الموضوع ومتابعة يومية لا يومية بالساعات من معالي وزر النقل على هذا الموضوع يعني الشركة الإيطالية والمستشاري الرئيس الوزراء متابعين ليس بشكل يومي وإنما بالساعات أحيانا ونحن موقعنا موقعنا يعني العالم ندور موقع 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 فراتيجي حلو بهذا الموضوع أن دوية الرئيس الوزراء والوزير والمستشاريين أدركوا أهمية هذا البشروع ليس فقط لقطاع النقل للإراق وإنما للإراق ككل نعم أولا يقدم 12 محافظة بالإراق رح يدخل تقنيات لأول مرة بالإراق العالم تسمع أن العالم إذا قطارات كهرباء ستكون إذا قطارات كهرباء تثبيت كيلومتر بالساعة لقطاعات المسافرين 140 كيلومتر للبضائع حلو هذا الشيء معدل 7 دقائق كل قطار كل 7 دقائق قطار ما قد ممكن وقت ويكون هذا المشروع على أرض الواقع من وجهة نظرك 23 نحن نمتي نعم نحن بعدين هسا بالتصاميم يعني خطتكم تقريبا 28 هو مكتمل لهذا الأمر المفروض ويكتمال ميناء الفاو الطريقة التنمية مكتملة سكة وطريق سريع مناسب القناة عبارة عن شقين الميزانية ما رح تأثر على الموضوع هذا المشروع قائم هذا تبنى دولة رئيس الوزراء أنه بتنويل هذا المشروع إلى نهايته تتولى رئيس الوزراء يجدون هذا مشروع الحلم هذا ما يخص لا وزارة الناقض ولا السكة الحديث هذا للبلد هذا يخص البلد وما معني يبيه محافظة معينة حينتد من الفاو يعني من ميناء الفاو صعودا إلى كل المحافظات امتهاءا بفيش قابور على الحدود التركية فكل المحافظات والمدن راح يمر بها هذا الطريق حيقدم هاي المناطق مش كد حلو من أني مسافرة وأريد أشوف العراق من خلال القطار تصرفت شيء نعم نعم فعلي الحق العراق البعض يقولون أنه هذا حلم يعني تراحين إلى إلى آفاق بعيدة عن الواقع لأنه هذا حلمنا العراقي ونحقنا أن ندافع عنه بعدين حيننا نحكي مدى نحكي اليوم نحكي على الفين وثمانية وعشر هذا خطط العراق غير شكيل المواطن العراقي غير شكيل إن شاء الله يا رب نعمل هذا الشيء أستاذ يونس خليني أرجع إليك دكتور بالكوالس لكن مرات المواطنيين يعني هو يعرف أنه الطيارة أخرت أو الطيارة جت بوقتها أو كذا هل إلى دور الملاحة بتأخر الطائرات أو أنه ما توصل بوقتها المحدد البناحة الجوية من أحد وأهم أهدافها هو الإسراء بالحركة الجوية هذا هدف من أهدافها السلامة زاد الإسراء نعم فصير هذه الحالات لكن ليس شرط أن الحركة بسببها الملاحة أسباب التأخير مثلا بعض الأحيان يوجد مطارات تكون مجهولة فالطيار ممكن يوصل هذه العاصمة التي بها المطار الفلاني بسبب هذا المطار بسبب هذا المطار يوجد مغادرات عدد كبير عنده واصلات عدد كبير نفطر أن يفطر أن يفطر أن يفطر انتظار في نقطة معينة إلى أن يوصل سراء ونفس الكلام الذي يريد أن يغادر نوعات ترى أن يصير سكوة سوى رقم خمسة رقم ستة فيتأخر ونفس الوقت يوجد مغادرات معينة ورقم خمسة وإنه وفد مثلا ما نحن في العراق والتي سنحاول نتخلص من هنا الـ 24 يوجد في الطيران يوجد مؤمن رقم 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 ما ستقوم بل عرضي بين الطائرات نحن نقوم بعمل أرناف 5 ما هي خطة جديدة قدمتنا؟ هذه المالتنا يجب أن نوصلها إلى 2024 لتنفيذ هذه الخطة يحتاج بناء تحتية نحن الآن عاملين عليها البناء التحتية التي نتاجها هي الرادارات المحطات الصوتية ومحطات الاتصال وأجهزة للمسافة زائد الأجهزة أو النظام السترائيس مين يأتي؟ من خلال وزارة النقلو يكون تمويلها خاصة؟ الشركة العامة لخدمات ملاحة الجوية تمويلها ذاتي نحن كل طائرة عبر أجوانها نأخذ عليها إجور هذه الإجور مشروطة كل الطائرات من ضم تحت جمعية اسمها آياتها هذه آياتها هي مسؤولة على كل هذه الشركات مع الخطوة الجوية بالعالم فمن نجي إحنا كملاحة نطلب من هذه الطائرة من تعبر مبلغ معين أو أريد أن نزيد هذا المبلغ يجب أن نحصل على موافقة آياتها آياتها من تنطي هذا المبلغ أن تطلب من عندنا تقول الآن يجب أن نعدكم بناء تحتية تحتية حتى تستخدمون هذه الأموال الزايدة التي نطلتكم إياها من أجل أن تساولوا البناء للتحتية فبالضبط هذا الذي صار زيدنا سعر الطائرة العابرة نعم من أجل أن نكمل البناء التحتية التي تخص أجوانها تأثرت حال هواية وكثير أمور في العراق تأثرت تقريباً في 2024 تقريباً في 2024 نحن نصل إلى ما نسميه آرناب 1 في ذلك الوقت أستطيع أن أصمم أكثر من خط جوي ماذا يؤثر عليك كمواطن أنا أريد أن أسافر ممكن أن يؤثر عليك كمواطن يعني كمواطن في العراق لا يؤثر عليك لا يرى لأنه لا يشعر بالجو لكن كطائرات تطير بالجو الطائر يأتي أريحية أريد أن يأتي مثلاً من جنوب شرق آسيا يذهب إلى أوروبا فالطائر حسب حجم الطائرة الحمولة في الطائرة يرغب ارتفاع معين لما أنا لا أعطي هذا الارتفاع بسبب لا أعطي أجواء لا أعطي خطوط جوية كاملة فأفطار ما أفطار أعطي الارتفاع الذي لا يرتاح له هذا يؤدي أنه لا يستخدم أجوائي سيذهب إلى إيران سيذهب إلى غير مكان لأنه لا أريحت طائرة لنا نعمل هذا باعتبار هذا يهمنا يخدم بلدنا وبالتالي يخدم ملاحتنا أكيد وفي الأخير هو وارد جاي للدولة كل ما يأتي لعدد طائرات هو وارد سيأتي للدولة نحن حالياً مثلاً ما قد تدخل لنا طائرات معدل الآن في 470 طائرات سابقاً هل هناك فرق؟ حوالي 3 أو 4 سنوات كانت 240 أو 250 هل هناك فرق؟ طبعاً إن شاء الله على هذا الموضوع الجديد يكون أكو انفتاح أكثر خليني أرجع إياك أستاذ مرتضى حتينا عن معوقات وحتينا عن الشركات الخاصة وحتينا عن عدم تطبيق القوانين واللي بالتالي ممكن يؤثر على عملكم كشركة وطنية وبالتالي يؤثر على البلد بأكمله خلينا نحكي شوية بالنسبة إلى قضية النقل البري أدنى المعوقات الأساسية الآن مفردتين أساسيتين أولاً هو الذهاب من قبل الوزارات للتعاقد مع القطاع الخاص هذا أولاً والأمانة العامة لمجلس الوزراء في أحد كتبها جعلت منها ناقل البري والجوي والبحري ناقل وطني لكن ليس بحصري ويذهب إلى التنافس يعني أكوب أحبوحة بالقانون أنا أذهب أنا أروح إلى التنافس قبلت بهذا الموضوع على أن يكون هناك الأولوية للقطاع العام الذي يعطي لخزينة الدولة حسب موازنة عام 2021 ستين بالمئة ستين بالمئة من الإيراد الكل المتأتي لشركاتنا التمويل الذاتي تذهب إلى خزينة الدولة سأذهب لعدد الدولة ما أخلت هذا أكمل ستين بالمئة منها أرسلت إلى خزينة الدولة ثم المتبقي لو سألتيني المتبقي أربعين بالمئة أين تذهب؟ أقول تذهب إلى رواتب وأجور موظفين وهم أبناء الدولة نعم فبالتالي سيصل المبلغ والنسبة إلى أكثر من سبعين بالمئة من الإيراد المتأتي من شركاتنا التمويل الذاتي إلى خزينة الدولة هذا واحد اثنيا المعوق الثاني قلنا أن الشركات تذهب إلى التعاقد مع القطاع الخاص هذا ولم اثنيا جاءت وزارة النفط الموقرة وقامت برفع أسعار الوقود ويعلمت جميع أن النقل البره شاحنات والشاحنات تعمل أساسا لتوفر الوقود بالتالي سعر الوقود للشاحنات المدنية أربعمائة دينار أربعمائة ألف دينار لكن لو جئنا إلى الشاحنة الحكومية سبعمائة وخمسين ألف دينار نعم فبالتالي أين تكون المنافسة؟ هل يكون هناك وجه المنافسة؟ يعني ليش هذا التفاوض؟ الأخوة في وزارة النفط لهم رأيهم فبالتالي قاموا في هيئة الرأي النفط في الوزير السابق المهندس أحسان وجعل سعر الوقود سبعمائة وخمسين لجميع القطاعات الحكومية لكن أساسا القطاعات الحكومية لا تعتمد اعتماد كل على النقل باعتبار اختصاصنا النقل فالذي تأثر به تأثر كامل هو وزارة النقل طبعا السكاك والمسافرين وبالدرجة الأولى الشركة العامة للنقل البري لو أردنا أن يكون هناك دعم لشركاتنا أولا هو أن يعاد سعر الوقود إلى ما كان عليها أربعمائة يعني هذه الدعوات اللي هي ستة نادمة نعم وكتبناها في كتب رسمية وجهت إلى معالي السيد الوزير ومعالي السيد الوزير للأنصاف الأستاذ رزاق بنفسه هو متابع لهذا الموضوع مع وزارة النقل ومع ربما هذا شيء جديد يعني ممكن إن شاء الله ربما يعرض على أحدى جلسات مجلس الوزراء إن شاء الله فبالتالي لو أعيد سعر الوقود إلى أربعمائة هذه مفردة تساهم في رفع الإيرادات إثنيا ما الذي سبب زيادة الأسعار في العملية الاقتصادية لكل مشروع لا بد أن يكون هناك دراسة جدوة وإلا إن لم تتوفر دراسة جدوة فأصبح المشروع عبثي لذلك كل ما نريد أن نذهب إلى شراء وتجديد الأسطول باعتبار أن وزارة التخطيط جاوبتنا بعدة كتبات أنتم تمويل ذاتي ولا يحق لنا كوزار التخطيط أن نصرف عليكم أين نذهب؟ ذهبنا إلى الموازنة التشغيلية باعتبارنا شركة رابحة فسحبنا من باب إحدى الأبواب يسمى باب احتياطة توسعات فجئنا بهذه الأموال لأجل شراء شاحنات جديدة لدعم الأسطول حيوية البري في تواجد الأسطول الجديد بالتالي قمنا بإعداد دراسة المختصون في الشركة قاموا بإعداد دراسة الجدوة اليوم دراسة الجدوة لا تنهب باعتبار أن كلما وضعنا على الطاولة سعر الوقود أصبحت دراسة الجدوة غير مجدية إذن ارتفاع السعر أدى إلى عزوف الشركات والوزارات من التعاقد مع وزارة النقل الشركة العامة النقل البريد أكو سبب لكل هذا؟ يعني تحس أكو نوع من نحن مرد نقول مؤامرة وإنما نوع من الضغط على الشركات الحكومية مع شديد الأسف هناك ثقافة قديمة اليوم في شركاتنا وفي وزاراتنا وللأنصاف في رئاسة الوزراء الحالية لاحظنا الجدية والمتابعة بصراحة تامة الجدية والمتابعة من خلال كثرة الاجتماعات نحن يوميا نجتمع اجتماعين لأجل إنجاز أعمال فبالتالي كان هناك ثقافة قديمة على أنه الناقل الوطني أو الموظف الحكومي أو الشركة الحكومية لا تقوم بإنجاز العمل تماما أنا أقول وأنا المختص وأتحمل ما أقول أن القطاع العام الحالي في هذه الوزارة وفي الشركة العام من نقل البري فضلا عن الشركات الشقيقة في وزارة النقل تقوم في أتم وجه والدليل هناك أنا من 17 نقلنا 49 ألف نقلة رحنا لـ 18 نقلنا 32 ألف نقلة ورجعنا إلى العشرين تسعة وتسعين ألف نقلة ليش كلما ازدادت العقود كلما ازدادت النقلة طبعا هذه النقلات معكوسة على إيراد فبالتالي إيرادي آنت لـ 17-68 لـ 19-69 للعشرين وصل عقدنا مع سومو إلى سبعة وسبعين مليار دينار نعم وهذا بالتالي يعود 60% إلى الدولة إذن عودا على بدء يجب أن يكون هناك دعم للشركات التمويل الذاتي في القطاع النقل وقطاع النقل دلالة واضحة على ثقافة ونمو الشعب والحكومة الدولة بلا نقل هي دولة عاجزة لا وإحنا بحاجة دكتور يمكن ذكر إحنا بحاجة إلى قانون ينظم عملية النقل عندنا بالعراق لأن باعتبار قانون النقل موجود لا أقصد حتى الشركات الخاصة وغيرها تنفذ هذا القانون مو فقط وهو ينظم العام والخاص قانون النقل ليس خاصة قطاع الحكومة قطاع العام والخاص ينفذوه؟ ينفذوه المفروض هم الشركات كل ما حسب تخصصه يعني إذا ينفذوه فهو بالتالي راح يرجع حيفة وأذيته راح تجي على الشركة بالأسف التعليمات ضيعت القوانين القوانين موجودة قانون النقل موجود ولكن هذه التعليمات والتوجيهات والتداخلات هي ضيعة القوانين القوانين واضحة يعني بصراحة يعني الخطاع الحكومة هو المشرف على وترك القانون هذا خطأ قانوني وإذا اعتمدنا إذا اعتمدنا على التوجيهات وتركنا القانون سوف يصار إلى أن يغلق الكثير من أبواب الشركات الحكومية مثل ما صار بهوية شركات اليوم بصراحة تامة واختصاراً للموضوع اليوم الشركة الحكومية العاملة سواء في الموانئ في السكك في البري في الجوية في الملاحة في المسافرين في الخاص في كل قطاعاتنا وتشكيلاتنا في وزارة النقل اليوم هي حاضنة لأبناء البلد اليوم الكثير من هذه الشركات تقوم بإعطاء مرتبات شهرية تنعكس على الأمن الاجتماعي حقيقة لو كان هناك شركاتنا غلقت أبوابها هل لاحظت المظاهرات؟ جد موظفيكم؟ أنا بالنسبة إلى موظفينا تقريباً يصل إلى 1700 موظف طبعاً بالمناسبة هناك معوق آخر غير السعر الوقود وهو أن قامت الدولة والحكومة والبرلمان بسن قانون التقاعد شنو أدى؟ أدى إلى خروج ثلاثة مواليد متتالية ورابعة اليوم ترى الكثير من شركاتنا وأنا أقولها وبصراحة السكك وبعض الشركات الكبيرة اليوم صار بها هناك انهيار بالموارد البشرية نحن بلا موظف كيف يتم العمل لكن أقول أن الشركات العاملة في هذه الوزارة الكبيرة وزارة النقل فيها الكثير من أبناء الوطن إن شاء الله فيها الكثير من المواطنين الذين يعملون في رفض الدولة بالإيرادات بالتالي أمن الاجتماعي مستقر دولة مستقرة عمل نشيط أنا أقول أمكن هذه الشركات وأتابعها من خلال الجهازين الرقيبين النزيهين الشفافين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة فهي كفيلة في متابعة كل ما يدور في شركاتنا لأجل إنجاح وإيصال هذه الشركات إلى النمو نحن هذا اللي نقمله بالتالي هذه شركاتنا وإحنا نحب أنه بلدنا يكون متطور بهذا الموضوع ووارداتها تكون للبلد خليني أسأل سؤال أخير لأنه المخرج أشار لي أنه عندي دقيقتين أريد من عندك فتشي حصري أو بشرة عن موضوع جديد يعني غير أنه السكك الحديد يعني غير أنه السكة الحديد اللي راح تكون موجودة والله إن شاء الله بشرة لأهل بغداد إن القطاع المعلق سير النور إن شاء الله في 2023 إن شاء الله دخل على الموازنة هذا مشروع واعي سيخفف كثير من إزدحامات بغداد الفيز الأول هو هذا 20 كم من الشعب إلى الكاظمية وإلى هذه المحطة العالمية طبعا سريع وليأول مرة كهرباء بمستوى أعلى من قطاع دبي محطات مكيفة والتحكم ذاتي لأن القطاع بدون سايق فالأول مرة بالإراق هذه التقنيات ستدخل ستنفذها إن شاء الله شركة أليستون الفرنسية بالتعاون مع شركة هونداي الكورية الشركتين مرموقة عالمياً وبمواصفات عالية وبسنة التنفيذ يعني مواصفات ستجهز بسنة التنفيذ يعني ٢٠٨٨ ستجهز قطاعات ٢٠٨٨ ليس في عالية السنة يعني أول بأول إن شاء الله في أحدث مالكم إن شاء الله كل التوفيق بعملكم الدكتور ريد يعني فات شيء حصرياً تقول لنا عن عملكم أو شيء إن شاء الله تؤمل في السنوات القادمة والله هو حقيقة هي حتى عندنا فيجين يعني نخليها للملاحة الجوية إنه نريد أن نصير من أفضل مقدمية خدمات ملاحة جوية بالشرق الأوسط إن شاء الله مؤهلين لذلك أي مرتبة حالية؟ لا هي ما بيها مراتب هذه لا ما بيها بس على الممكن أن نكون أفضل مقدم خدمات ملاحة جوية نستحق الموقع العراق موقع ستراتيجي يعني يربق بين آسيا وبين أوروبا وأقصر طريق لعبور الطائرات هو وأنا قدماء بالملاحة فبالتالي المفروض نحن من مؤسسي المنظمة العالمية للطيران المدني العراق فبالتالي المفروض نحن من مؤسسيها هو العراق جان أكيد يعني يا رب نعمل هذا شيء ونتمنى لكم كل الخير بعملكم إن شاء الله أستاذ الشرحماني شنو البشرة اللي ممكن نزفلنا يعني أهل بغداد لهم معاناة والكل يعلمها وهي الإزجحام فبالتالي إن شاء الله بالشهر الخامس ستكون هناك افتتاح لساحات تبادل تجاري في حدود ومداخل بغداد الغاية منها وهي ممنوع منع باطن دخول الشاحنات إلى وسط العاصمة ممنوع منع باطن سيكون هناك الشاحنات دخولها إلى ساحات تبادل وهذه ساحات التبادل يتم تفريغ الشاحنات ثم إلى كيات أو عجلات صغيرة حقيقة هي تساهم في عمليات تخفيف الزخم عادة معروفة بالأربعة نحسن شوارع كلها إن شاء الله إن شاء الله هناك لجنة واقعاً اليوم كان هناك اجتماع في الطريق الحلقي المشرف من قبل المشرف عليه من قبل السيد دولة رئيس وزاة إن شاء الله التوايرات والمولدات كلها تقطعت إن شاء الله تعالى نصب لذلك بارك الله بكم إن شاء الله عملكم يثمر عن خير شكراً جزيلاً لوجودكم ويانا تعبناكم اليوم بس المواضيع التي تحدثنا بها هي تحتاج إلى حلقات أخرى لكن استفادئنا كم معلومة شكراً جزيلاً ورمضان كريم عليكم مرة أخرى شكراً شكراً مشاهدين دائماً نقول إنه محطاتنا مستمروا إياكم فأكيد انتظرونا بمحطة أخرى يوم غد إن شاء الله إلى اللقاء شكراً